أصحاب السعادة، السادة الحضور، السيدات والسادة، سباح الخير إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم اليوم في هذا الحدث الهام وهو كوب 27 في شرم الشيخ في مصر يشرفنا أن نشهد التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي وتطوره على مدار سنوات هذا يؤكد الجهود والإجراءات بين الجانبين لصالح شعوب الدول كلها السيدات والسادة، إن مجال الطاقة العالمية مر بكثير من التحولات العائلة من نسبة لتذبذب العرض والطلب من الطاقة بالإضافة كذلك إلى تعامل مع تغير المناخ وتقديم مصادر طاقة مستدامة وبأسعار معقولة لكي نتغلب على أزمة الطاقة من المهم أن نفكر في نهج شامل ومتكامل لتطوير الحلول بما في ذلك أخذ في الاعتبار الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة أحد الحلول البارزة التي تكتسب قوة دفع عالمية هي الهايدروجين المتجدد ومشتقاته حيث أنه يستطيع أن يسهم بشكل ملحوظ في تحقيق أهداف إزالة الكربون وأمن الطاقة ويمثل كذلك فرصة للتعاون الصناعي والنمو الاقتصادية وخلق فرص العمل في هذا الإطار مصر اتخذت مجموعة من الخطوات لكي تطور اقتصادها منخفض الكربون بما في ذلك كوب 27 في الدائرة المستديرة لمناقشة مستقبل الهايدروجين الأخضر التي عقدت في الأسبوع الماضي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن إطلاق منتدى عالمي للهايدروجين الأخضر بتعاون مع بلجيكا بالإضافة إلى شركاء دوليين آخرين وكذلك هناك إنجازين قد حدث بالأمس أولهما إعلان خطة مصر الوطنية لإزالة الكربون وكذلك الاتفاقات الإطارية مع شركات لمشروعات الهايدروجين الأخضر بإجمال قدرات 24 جيجا وات واستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار أساد الحضور أن مصر والاتحاد الأوروبية تشاركان في رؤية استراتيجية واحدة للتعاون والاحتياج إلى تسريع الإجراءات لتحقيق الأهداف المرتبطة باتفاقية باريس في ضوء هذا فإننا نوقع اليوم مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية للهايدروجين المتجدد بهدف العمل معا لتطوير الإنتاج والاستهلاك والتجارة في الهايدروجين المتجدد ومشتقاتي مذكرة التفاهم هذه تؤكد على أهمية التعاون بين أصحاب المصلحة المختلفين لخلق تضامن واكتساب الخبرة والحصول على الموارد والتكنولوجيات لتطوير الحلول لمواجهة تغير المناخ مصر لذلك سوف تستمر في التعاون مع شركائها للاستفادة من الإمكانيات للهايدروجين ودعم رؤيتها لكي تصبح مركز للطاقة من خفضة الكربون في المستقبل القريب السيدات والسادة في نهاية كلمتي أود أن أشكر كل الجهات الموجودة هنا اليوم للالتزام الملحوظ والتعاون والمسئولية باتجاه تحقيق رفاه شعوبنا وحماية الاقتصاد والبيئة أؤمن بأن المستقبل دائما سوف يكون وعدا طالما أننا نستمر في التعاون مع كل أصحاب المصلحة لتطوير الحلول المبتكرة لتحدياتنا المشتركة شكرا 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 شكرا